السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات وحشتوني وحشتوني يارب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة وفرحة وعافية فاللهم آمين آمين يا رب العالمين النهاردة بقى يا بنتات جت لكم بروفيو عن الكريم الخطير ده هو مش غال يا بنات ده كم يا جوجو بعشرين جنيه بس يا بنات السغير منه بعشرين والكبير على ما اعتقد كده بخمسة وثلاثين بس بقى له شهر معايا حرفيا كريم ايه ذا يا بنات تحفة للإيد والبشرة بصتوا مش قادر اقولكم هو خطير مع المواصبة علي يا بنتات والله العظيم بيشيل الهالات السوداء عن تجربة بجد يعني انا بقى له شهر بحطه فوق عناية وتحت عناية تمام حرفيا قلل عندي الهالات السوداء تماما بنسبة قوله 70% وزي نسبة حلوة قوي فتحفة يا بنات فاقلت انقل لكم بقى التجربة بتاعت ايه الكريم الخطير ده فيه منه بالعسل زي اللي معايا ده وفيه بالجليسرين وفيه بالخيار طبعا الكريم ده يا بنات بيعمل على ترتيب وتغذية البشرة وبيجدد خلايا البشرة يا بنات مش بس كده كمان بيعمل على مساعدة تأخير التجاعيد مع الاستمرار عليه تحفة يا بنات كريم ايفا ده بجد خطير وبالعسل فقبل ما تنامي كده بالليل يا بناتا نحطه بالليل نحط حبة على بشرتنا ونفردها على بشرتنا كده وعلى قدينا قبل ما ننام انا باستخدمه يوم ويوم يا بنات ولو عايزة تستخدمه كل يوم وحلو جدا بيفتح كمان حوالين الفم مع المواصبة عليه يا بنات بينقي وبيصفي وبيدي نظارة طحفة خطيرة للبشرة ليه يا بنات عشان فيه زيوت طبيعية طبعا الكريم ده ريحته خطيرة يا بنات ريحته جميلة جدا فعن تجربة يا بنات الكريم ده خطير فقلت اقول لكم كريم ايفا بالعسل وهو يا بنات يلا يا بنات ما ننساش اللايك وسبسكرايب اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته